طلاب السنوية العامة أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من حلقات الفلسفة نقشنا بالحلقة اللي فئتت والحلقة اللي قابليها الباب التاني البيوتيقة سيد محمد تناول المعايير الأخلاقية الطبية الحديثة شرح المنفع شرح احترام استقلالية المريض شرح المساواة والعدل تعالوا بين النهاردة احنا فضل معنا جزئيتين في الباب التاني اللي هو البيوتيقة بدل ما نشرح الجزئيتين احنا فضل معنا المضامين الأخلاقية للتحر الوراصي فضل معنا عناصر الموافقة المستنيرة قلنا بدل ما نشرحهم ندخلهم من ضمن مراجعة على الباب التاني فلسفة ونشوف يا طرح ايه اهم الاسئلة اللي جت اسئلة الامتحنات السنة اللي فاتت اللي قابليها السودان دور اول دور تاني نشوف يا طرح شكل السؤال عامل ازاي وبرضو من ضمنها حطينا عواقب التحري الوراصي فاحنا حطيناهم من ضمن المراجعة وكمان نتناول المراجعة عامة على الباب التاني تعالوا بيننا عزقنا الطلبة نشوف يا طرح السؤال هيقول ايه ونشوف اجابته هتكون عاملة ازاي تعالوا بيننا نشوف المراجعة النهاردة باذن الله هنراجع الباب التاني فلسفة اللي هو البيوتيقة يا طرح السؤال الاول هيقول لنا ايه السؤال الاول بيقول لي يتضمن التحري الوراصي العديد من العواقب الاخلاقية ناقش اثنين من هذه العواقب والسؤال ده وتجالي في مصر 2018 السنة اللي فاتت دور اول يتضمن التحري الوراصي العديد من العواقب الاخلاقية ناقش اثنين تيجو نشوف يا طار هم كام نقطة أصلا إحنا معنا عواقب التحر الوراثي معنا أربع نقاط في التحر الوراثي أول نقطة بتقولي التمييز على أسس جينية تاني نقطة بتقولي التفرقة في المعاملة تالت نقطة معايا اليوجينا رابع نقطة بتقولي الحتمية الجينية هو عايز اتنين إحنا هنتناول ونعرض الأربع نقاط خاصين بعواقب التحر الوراثي طب تيجي نوضح العنوان تحر الوراثي لما بيجي حد يقدم في وظيفة بنقوله هتلفش والتشبيه عشان نعمل تحريات عنه لما بيجي عريس يتقدم لوحدة إحنا بنقوله هنسأل عنك كأننا بنعمل استفسار أو هنستفسر عنه طيب إحنا ولا بنتكلم في وظيفة ولا بنتكلم على عريس ده إحنا بنعمل تحريات وراثية لو كل واحد كشف تحليل الجيني أو الجينومي يا تارى إيه اللي هيحصل قال لي أول نقطة التمييز على أسو الجينية خلي بالك تمييز على أسو الجينية قد تكشف بعض التحريات الوراثية أن هناك بعض الأفراد لديهم شذوش جيني شذوش جيني ممكن يكون انخفاض في مستوى الجينية الشخص اللي عنده شذوش جيني لا انت هتشوف ان هو عنده خلل ولا انت هتشوف ان هو عنده مرض معين لا ده شخص طبيعي جدا بس جيناته تعاني من شذوش وبالتالي لو لقينا ان هو عنده شذوش جيني هنمنعه من ثلاث حاجات عمل تأمين صحي وتأمين على الحياة يبقى معنا كده آه ده التحريات الوراثية خد العاقبة كلمة عواقب المقصوبية الأضرار الأسار المترطبة عليها يبقى اول حاجة تكلمنا على تمييز على أسو الجيني دي اول نقطة طب تاني حاجة تفريقة في المعاملة تخيل لو سوريا عندها موقع في العمل وعايز اختار مجموعة من الأفراد يشتغلوا عندي في الشغل حاجة يأطلب من سين وصاد وعين بعض التحريات بعض التحليلات الجينية عايز اشوف تحليلك يا سين ويا صاد ويا عين طب ليه بعمل تحليل عشان اشوف من اللي هيستحمل الشغل عندي وبالتالي وانا بختار حد عشان يشتغل معايا هاختار حد تحرص تحليلاته تظهر جيناته على انه مقاوم للمخاطر الصحية هاختار واحد بيشتغل عشر عشرين تمنتاشر ساعة هاختار واحد ما بيمرادش بسهولة بدلا ما يجي كل يوم يقول لي انا عايز اجازة لا انا مش عارف ايه يبقى معنا كده ناخد اتصال معانا يشاركنا في حل السؤال ده قالو وعليكم السلام وعليكم السلام الحمد لله تمام مين معايا اميرا من المانيا ازاك يا اميرا اخبارك ايه الحمد لله طب الحمد لله حبابتي عندك سؤال ولا هتشاركيني في اجابة السؤال اشاركك وقعد جده اشاركك طيب ماشي احنا كنا بنتكلم على عواقب التحر الوراثي قلنا ان التحر الوراثي انا شرحت التمييز على قسو الجينية ليسا كنت واشرح التفريقة في المعاملة بينفع تساعديني فيها تفريقة في المعاملة للمخاطر الصحية وده بيعتبر خيار ارخص وبيجعل بيئة العمل اكثر امنا برافو عليك ايه السؤال بقى بتاعك يا اميرا؟ عايزة تستفسلي عن ايه؟ عن اجابتي انا مجاوبة على سربة من شعرف هو صح ولا غلط؟ طيب قول صح عن خطر مع ماشي يتعرض مبدأ الاهلية يتعرض مبدأ الاهلية مع مبدأ عدم الحق الازى اه ماشي انت جاوبت ايه؟ قلت الغلط عشان الاهلية بيكونوا شخصهم اهل قرارة الصحية وان هو بيقدر ياخد كرار بشأنه بسكنه لكن بيستطيع اتخذ كرار بشأنه حكازه وبيجب على الطبيب حماية هؤلاء الاسخاص بيكونوا مش جادرين هما يتخذ مناسب لكده تمام طيب هي الاجابة فعلا زي ما انت قلت الاجابة بالنسبة لي هتكون الاجابة خاطئة ماشي لكن في عدك نقطة في شرح الاهلية المبدأ الاخلاقي القائل بعدم الحق الازى يوجب على الطبيب حماية الاشخاص الغير موهلين من اتخاذ قرارات من شأنها ان تعرضهم للازى معنى كده هو كان عايز شرح جزئية معينة في مبدأ الاهلية النقطة رقم اتنين مشان انت عندك التوضيح نقطتين في التوضيح هو كان عايز النقطة رقم اتنين العبارة هتطلع خطأ طبعا لا يتعارض ده بيتفق معاه وتشرح النقطة رقم اتنين في شرح الاهلية يا اميرة معايا معايا حاضر ديك ماشي عندك استفسار تاني؟ اه في المنطق في الباب الرابع لا الباب الرابع ده احنا لسه بادري اوي السبرنطيقة ده احنا لسه في الباب التاني وستاذ محمد باب اول وباب تاني لكن ما نسبعش الاحداث يا اميرة لما نخلش في الباب الرابع حاضر وحددك عايزة برضو اميز من ان هو العلاقة الفلسفة بالبيوتيقة في الطبع الفلسفة والفلسفة برضو الفلسفة والبيوتيقة السؤال ده فعلا احنا انا جايبا معايا النهاردة في المراجعة ودور الفلسفة في النشرة البيوتيقة برضو انا جايبا النهاردة في المراجعة نكي معايا اميرة ماشي؟ مع السلام اه نرجع تاني اميرة سعدتنا وشرحت الجزء بتاعة التفريقة في المعاملة وقلنا فعلا زي ما اميرة شرحتها يحرص ارباب العمل عند اختيار افراد للعمل في مواقعهم على اختيار افراد تظهر جيناتهم على انهم مقاومون للمخاطر الصحية وده بيعتبر خيار ارخص وبيجعل بيئة العمل اكثر رخصا بدل ما صاحب العمل يجيب طبيب لا يدفع اجر اللي يعامل كل يوم ياخد اجازة لا ده انا بجيب حد يستحمل وما بيمرادش مش بنقول ما بيمرادش وما بيمرادش نسبة مناعته عالية وبالتالي هيكون عنده قدرة على التحمل طب ثالث حاجة من عواقب التحار الوراسي اليوجينا حلم الانجاب ايه ده يوجينا خلي بالك ان احنا هناخد او انت خدت قبل كده قصة طعمتر ابن شداد العبد يتجوز عبدا يخلفه عبيد الحر يتجوز حرة يخلفه احرار خدت برضو عند هتلر الالماني حرص على ان تكون التزاوج من خلال الالمان وما نعملش خلط باليهود شان نضمن ان السلالة كلها المانية طيب اليوجينا ده يتم تطبيق ضغوط اجتماعية وضغوط سياسية على اساس المعطيات الوراسية بشأن ايه ان احنا نعرف يا طار السلالة الانجابية طلعنا ازاي بمعنى ايه عندي واحدة عايز يتزاوج من واحدة ورين معطياتك ورين معطياتك طب لو لقينا ان جيناتهم مرتفعة يتم التشجيع على التزاوج بينهم طب لو لقينا ان جيناتهم منخفضة يتم التباعد على التزاوج بينهم يبقى معنى كده بص ضغوط طب اتنين خلي بالك النس والحوامل بافراد او باجنة عندها شزوش جيني قد يجبرانا على الاجهاض طب ناخد الاتصال ده معنا الو السلام عليكم وعليكم السلام الحمد لله تمام ربنا يخليك ربنا يخليك تسلم بقول له هذي كانت صراعنا معي السؤال بس مش عارفه عايز ايه اه قل لي حلل الواجب المهني للفيلسوف في الحفاظ على الهوية ده الباب التالت حلل الواجب المهني ده الباب التالت في الفلسفة اخلاقيات اه اخلاقيات المهنة احنا لسه حتى ما تناولناهوش يعني احنا لسه ناخده ان شاء الله الحلقة الجاية لكن ده بيتكلم على فعلا دور الفيلسوف في الحفاظ على الهوية الوطنية هتلاقيها هتلاقي الجزئية دي موجودة فين تحت دور الفيلسفة في وضع المواصيق الاخلاقية المهنية بس احنا لسه ما تناولش احنا كل ده معنا باب اول باب تاني ما انا جت انا بحاولت ان انا يعني عزبة عشان ارجع مع حضراتكم جت الدورس الفيلسفة اللي فاتت اه اه لا اه بس مشكلة اتحاج ان انا بعني اما جت ذكرت الباب ده بتاع الميء اخلاقيات المهنة لا اخلاقيات المهنة اه ذكرته كويس بس حسنا انا نسيت الباب اللي قابله فانا مش عارفة اربط ازاي ما بينهم لا الباب اللي قابله اللي هو البيوتيقة اه البيوتيقة احنا البيوتيقة احنا هنراجعوا كله النهاردة جبنا اسئلت اللي امتحنات كلها لكن الباب التالت اللي انت بتقول عليه ده هتلاقي الجزئة دي موجودة عندك تحت بالزبط العنوان بتاع ظهور الفيلسفة في وضع المساق الاخلاقي المهنة واحنا لسه هنتناولوا ان شاء الله الحلقة الجاية يا انا يا سيد محمد بازن الله شكرا على السرعة حضرات شكرا جدا قلنا ليوجينا علم الانجاب واتكلمنا على ان احنا بنمارس ضغوط اجتماعية وسياسية اللي اتنين الكويسين هنشجعهم والاتنين المنخفضين هيتم التباعد ما بينهم وقلنا خلي بالك كمان ده النص والحوامل باطفال او اجن عندهم شوزو الجيني ده احنا هنجبرهم على الاجهاض طب اخر نقطة معايا الحتمية الجينية حلوة الاعتقاد بان الخصاص السلوكية صفاتك السلوكية الاجرامية الزكاء الصحة المرض بتظهر نتيجة ايه دي بتظهر نتيجة التحليل الجيني وبالتالي تمارس توجها قدريا على الفرض كل واحد هيتقبل صفاته السلوكية لا الاجرامية لا الزكاء هيتقبلهم على انها قدرا بحتوما عليه وبالتالي مناش دور ما تذاكر جيني قال ان انا منخفض ما تعمل جيني قال ان انا كذا وبالتالي تقبلنا جينتنا على انها وضع وقدر محتوم عليه يبقى معنى كده بتمارس توجها قدريا على صحتنا وعلى مرضنا وعلى صفاتنا السلوكية وده يكون مبرر لخلق وتبرير التعصب وهنخلق طبق من المنحطين جيني يبقى ده السؤال اللي جاء في الدور الاول 2018 تعالوا نشوف السؤال التاني بيقول ايه يسير الاستنساخ البشري العديد من المشكلات الاخلاقية ده اللي البسلاسة منها وده جيه في مصر 2018 الدور الاول عايز ثلاث جمل من المشاكل المترطبة على الاستنساخ البشري تجي نفتكر واحد الشيخوخة المبكرة والتي قد تؤدي للوفاء المبكرة يبقى معاناة الافراد المستنسخين من الشيخوخة والتي تؤدي للوفاء المبكرة طب اتنين الحرمان من عائلة حقيقية وهوية اصلية الحرمان من اب وامه واب واسرة واقارب خلي بالك تهديد بالانكراد البيولوجي انكراد النوع لان احنا فصلنا الجنس عن الانجاب ناخد الاتصال شاركنا الو اهلا السلام عليكم وعليكم السلام اهلا السراين مين معاي امان من المانيا اهلا يا امان ازاي حضرتك ازاي السراين الحمد لله تمام على فكرة انا بحب شرح حضرتك جدا نخلي بالك ربنا يخليك يا امان تسلامي والله يعني مش عارفين يعني لنا حضرتك كنا نعملية صراحة انت بتوفرين يعني وقت وجوه لا ربنا معاك وحاجات كتيرة يعني والله لو فيه اصلا اكتر من كده كنا نقدر نشكر كنا نشكر كتان من كده لا ربنا يخليك انت طالبة ولا ولا يتقمر اه لا ده نطالب طالب اه انا بحسب انا سمعت تأماني بقى انا اله اه ربنا معاك يا حبيبي ويوفقك كده لا امان من المانيا ماشي فيه استفسار او سؤال اه فيه سؤال فيه سؤال واستفسار صغير ماشي اه اول سؤال بيقول ده علامة صحة وخطأ ماشي اه زرع الاعضاء له نتاج ايجابية اه زرع الاعضاء له نتاج ايجابية خلي بالك هل زرع الاعضاء شفت ليه نتيجة ايجابية خلي بالك هو كلهم اللي انا لاحظت انه نتاج كلها سلبية ليست ايجابية لا ده بص حتى العنوان المشكلات المترطبة على قضية زرع الاعضاء وموت الدماغ المشكلات حتى العنوان بتاعها قال المشكلات المترطبة دليلي حاجتين تعريض الانسان المتبرع والشخص التاني للهلاك اتنين بقنا انتاجر في الاعضاء يبقى معنا كده ملوش نتيجة ايجابية بالزبط كده في عندك استفسار تاني اه هو صغير بس فيه من محكة الانجاب الاصطناعي رقم ثلاثة ألا وهي بنوك المني مالها سوى ما تطرحوا من مشاكل اتجار عناصر الجسم البشري خاصة بما عرفة المعرفة ببنوك منية لعبة كده تمام اه هي دي طب انا مش ملاحز ان في دي انا اي مشكلة بالنسبة لزرعة الاعضاء طب ماشي ان ده بقى تاجر في عناصر الجسم البشري بينما بنوك المنيع سابر ده شيء زيادة او يعني شيء مش محتاج ماشي لا بس معلش يعني بقين انتاجر في عناصر الجسم البشري يعني بكام هو المتبرع ببلاش مقابل مجلس بس ماشي زرعة الاعضاء عشان ده حاجة انا عايز هاودي طيب ماشي انا بقى بص خلي بالك يا السؤال ده اه خارج النطاق بس هقولك على حاجة انا هفترض صدخ الكلام اللي انت بتقوله وجي الشخص خد من البنك يا طرى والد الطفل يبقى مي من ولده البيولوجي لمن ينسى طيب ماشي دي مش ما تعرف دي بالطلقاح الاصطناعي اني مش يكون لي هاوية مميزة لا اه خلي بالك اللي اتنين عندي واحد صح ده بنوك مني برضو بقى انا من ولد الطفل الاصل اللي اتنين واحد بس خلي بالك في التلقاح الاصطناعي شخص راح يتبرع لست لا تنجب لكن في بنوك المنية ده بنك مخصص اي واحد بيروح يتبرع في هذا البنك بس بيخضع لفحصات معينة وبتقابلنا وبياخد مقابل مادي لو الحيوان المنوي صالح عنده فبياخد مقابل مادي فبقى انا بنتاجر في عناصر الجسم البشري يعني قضية بس مش متوفرة عندنا دي برا ماشي وضحات اللي كان ماشي ألف شكرا ماشي مع السلامة سلام علي مع السلامة نرجع تاني كنا بنتكلم على قضية الاستنساخ وقلنا السؤال ده وتجلنا في الدور الاول 2018 قلنا واحد من المشاكل معاناة الافراد من الشيخوخة المبكرة والتي تؤدي للوفاة المبكرة قلنا اتنين حرما من عائلة أساسية من أب من أم من أسرة من أقارب قلنا انكراض بيولوجي لفصل الجنس عن الإنجاب قلنا آخر نقطة تحويل الإنسان لكائن مستنسخ أفقده الخصائص البيولوجية لهم تعالوا بينا نشوف السؤال اللي بعد كده بيقولي السؤال بيقولي ظلل ودي من أسئلة الاختيار ما بين متعدد ظلل الدائرة ذات الرمز الدال على الإجابة الصحيحة تظليلا كاملا مع التعليق وده جايلي في مصر السنة اللي فاتت 2018 دور أول قال لي أحد عناصر الموافقة المستنيرة تعني قدرة الفرض على فهم المعلومات المتعلقة بقرار ما أحد عناصر الموافقة المستنيرة قدرة الفرض على فهم وأنت مغمض على طول لمحت كلمة فهم وأنا مغمض باختار كلمة اسمها الأهلية الإفساح معناها إخبار الطوعية الشخص متطوع الفهم معناها وعي يبقى وأنت مغمض مين اللي تعني قدرة الفرض على فهم خلي بالك الأهلية طب تعالوا كده نفتكر الأهلية قدرة الفرض على فهم أنه يفهم يفهم إيه؟ الأثار المترطبة إدراك العواقب المترطبة على اتخاذه للقرار أو عدم اتخاذه للقرار وده من عناصر الموافقة المستنيرة عناصر الموافقة المستنيرة إحنا معانا الإفساح والفهم معانا الأهلية معانا الطوعية ومعانا آخر حاجة الموافقة طب الأهلية الشخص قد يكون قادر على اتخاذ قرار بشأن محل سكنه إنقل من هنا لهنا لكنه غير قادر على اتخاذ قرار فيما يتعلق بتناول دواء ما عملية صعبة جدا إن أنا أشارك في تجربة أو بحث جيني المبدأ الأخلاق القائل المبدأ الأخلاق القائل طب ناخد الاتصال ده معنا ألو ألو أزاك يا مستر رأي الحمد لله تمام أنا رانا رانا؟ زاك رانا عندي إفسار في مش فاهمة جزئية الاستنساخ الحيواني والإنسان آه اللي هو الرأي في استنساخ الحيواني والإنسان رأي الدين ورأي العلماء؟ أو ماشي يا رانا في حاجة تاني عندك؟ لأ شكرا ربنا يخليك يا رانا ويوفقك يا حبيبتي بإذن الله شكرا يا رانا مع السلامة طيب نخلي الأهلية ونشرح لرانا الجزئية دي حيوان عايز استنساخه طيب ما احنا استنساخنا النعجة دولي ما عنديش ضوابط أخلاقية في مجال الإنجاب ما بين الحيوانات ما عنديش ضوابط عالم مباح فيش ضوابط ليه عايز عامل النعجة دولي طب دي طب دي طب دي ما فيش مشكلة طب النبات ما فيش فيها مشكلة برضه بس بشرط لو ما فيش ضرر مش هيضر لا إنسان ولا حيوان إذا نقصك الرأي الدين في استنساخ الحيوان والنبات عالم الحيوان عالم مباح بلا ضوابط أخلاقية ولا قواعد ده بالعكس ده يعمل زيادة للصروة الحيوانية طب بالنسبة للنبات برضه بس بشرط ما يسبب ليش ضرر لا للإنسان ولا للحيوان لو تغز عليه طب تعالى نقل بقى للإنسان استنساخ الإنسان رفضت حرامت جميع الأديام استنساخ الإنسان لأنه يدعو للتكاثر بطريقة محرمة بمعنى إيه؟ المفروض التكاثر يتم بطريقة طبعية لأ ده أنا بستنسخ وبستنسخ بطريقة غير طبعية لأن الإنسان مشاعر أخلاقيات تشريعات كل إنسان محتاج حاجتين أم وحنان أب ورعاية ولكن الاستنساخ يقضي على فكرة الأسرة لأنه يؤدي إلى التكاثر بطريقة غير طبعية نرجع تاني للأهلية إحنا قلنا أول حاجة أن الإنسان يكون قادر على اتخاذ قرار فيما يتعلق بتناول دواء ما الإنسان قادر على اتخاذ قرار فيما يتعلق بسكن هنقل من هنا لهنا لكنه غير قادر على اتخاذ قرار فيما يتعلق بتناول دواء ما خلي بالك من الجزئية دي المبدأ الأخلاقي القائل بعدم إلحاق الأذى يوجب على الطبيب يوجب يلزم الطبيب يلزمه بإيه؟ بحماية الأفراد الغير مؤهلة ليه؟ من اتخاذ قرارات من شأنها؟ إنها بتعرضهم للأذى تعالوا بينا نشوف سؤال تاني يطارة إيه؟ نشوف إجابة النموذجية السؤال بيقول لي تعد أخلاق العيادة أحد مجالات الأخلاق البايو طبية دلل على ذلك وده السؤال ده جالي في مصر 2017 الدور التاني خلي بالك وإنت بتذكر مجالات الأخلاق البايو طبية خلي بالك تعريف ورأي ديفيد روس عملية تلقائية طب ناخد حد يساعدنا في السؤال ده ناخد اتصال تليفوني ألو؟ ألو؟ الحمد لله أنا دروس مش باخد دروس طب حاجة كويسة ده انت باع وفارت أكيد لا يعني أنا أول مش أنا متابعة مصر التعليمية وأنا من ثالثة عبادة بجد طب كويس يعني الحمد لله بشكر يعني والله أنا مش عارفة عام بليه الحمد لله يعني درجات من كلها من المصر التعليمية طب الحمد لله دي شهادة يعني القناة نفسها بتعتز بيها ويعني وسام كده على صدرنا الحمد لله أنا بقول يا ربت مصر التعليمية تكون دايما ربنا يخليك حازم تسلم يا حبيبي ربنا يوفقك بإذن الله عندك سؤال؟ ولا تساعدني في إجابة السؤال؟ أنا بس أنا عامل منها العلم النفس بك علم النفس؟ أصلا علية علم النفس في حاجات كتير فيه لافة يعني أنا خايفة ده اللي أنا خايف منه ممارسة مش خدت قانون اسمه قانون الممارسة؟ علية الكلام متشابه يعني يعني اللي ما يجي يحط الامتحان هيلفي فيه لفة إيه جامزة يعني شايف نقدر نخلينا نجفل طيب أقولك أنا على حاجة أي حازم وعلم النفس يا طرى مين أقوى؟ حازم ولا علم النفس؟ حازم بس يبقى حازم يتحدى علم النفس ولا حازم يخاف من علم النفس؟ لا أنا حازم يخاف من علم النفس لا ما يخافش ده لازم يكون أقوى منه ويتحدى ويذاكر ويحل كتير ويقول أنا هقفل علم النفس لازم تاخدها كتحدي حازم عشان نفخر بيك ونقول إن فعلا حازم كان معانا من الناس اللي ما بتاخدش دروس متابعانا ويقفل فلسفة ويقفل علم نفسه وكل المواد بإذن الله وأنا أتمنى من كل الأصدقاء إن هم يستهبوا بمصر تعلماني أنا أقال لي في الأصدقاء اللي كانت معايا في الفصل عرفتهم بمصر تعلماني مرسي يا حبيبي ربنا يوفاك بإذن الله يا ربي يا ربي إن شاء الله تكون من الأواري إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله حازم إن شاء الله مع السلامة طبعا هي شهادة إحنا بنعتز بيها وهي فعلا مش مادة واحدة ولا واحد بيقدم واحد لا ده بالعكس ده مؤسسة كلها متكملة كلها طلعة لخدمة كل الطلاب سواء اللي بيقدم المادة مدرس المادة سواء فريق الإعداد سواء الإخراق سواء رئيس التلفزيون سواء القناة ككل كلها بتدعم كل الطلبة ليه؟ عشان إحنا هدفنا حاجة واحدة بس إن أنت تتفوق مش إنك تنجح لا إحنا عايزين تأفل لا إحنا عايزينك تتفوق بإذن الله نرجع تاني للسؤال نقرأ بس السؤال تاني بيقول لي تعد أخلاق العيادة أحد مجالات الأخلاق البايوطبية دلل على ذلك خلي بالك من السؤال ده ليه؟ السؤال ده لو جالك لازم تكتب شقين لازم أكتب أخلاق العيادة أعرفها ولازم أكتب رأي ديفيد روس تبقى الدرجة مقسومة جزئيم طب أخلاق العيادة مين اللي حطك؟ توضع من جانب لجان معنية ومؤسسات أخلاقية التي من شأنها صحة المريض الذي يضع ثقةه في الطبيب والهيئة المعاونة والمؤسسة العلاجية معنى كده خلي بالك أنا برسم خريطة علاج لمين؟ للمريض الذي يعاني من الأمراض وكيفية القضاء عليها قط الدرجة على التعريف لازم أتكلم على رأي ديفيد روس تيجا تديك مثال خارج المنهج أنا عندي شخص عايزين نعمله عملية اللي وز ماشي؟ طب ناخد الاتصال ده ونرجع تاني ألو السلام عليكم وعليكم السلام زيك يا مستر عملية؟ الحمد لله تمام كويسة ومنشكرك خالص الله تقدمينا لك ربنا يخليك مين معايا؟ أسامة مين؟ أسامة أسامة زيك يا أسامة عاملية؟ الحمد لله طب الحمد لله هذا فلق بس طوال ماشي تفضل يا أسامة على فكرة يا أسامة انت تسأل زي ما انت يعني زي ما انت عايز اسمه أسامة ده عزيز علي على فكرة ماشي يا أسامة تاني بس أي أنواع الاستقراء عند أرستو تؤيد؟ أي أنواع الاستقراء؟ عند أرستو تؤيد عند أرستو تؤيد؟ خلي بالك هو سؤال ضعيف بس هقولك على حاجة هو انت عندك استقراء تام واستقراء ناقص صح؟ نعم مش انت عندك استقراء تام واستقراء ناقص؟ ايه الاستقراء التام مش تم توجيه نقد لي ايه اللي هو اه افتكت القفز الاستقرائيه تمام وكلما زاد العدد صعب الفحص مش هتعرف تعده صح زي حبات الرز وعدد طلاب المدارس كلها يبقى معنا كده وانت مغمض لو جيه السؤال يبقى انت بتأيد الاستقراء مين النقص العلمي ليه ما تمش توجيه نقد لي لكن الاستقراء التام خلي بالك تم توجيه نقد لي عشان كده استقراء ارست والتام ماله لا يصلح كاستدلال قياسي يعني تم نقده ماشي تساعدني بقى في اخلاق العادة اخلاق العادة اوه ماشي توضع من جانب المؤسسات القنظيمية ماشي المؤسسات المعنية واللجان الاخلاقية التي من شأنها حتى يصوي اتخاذ القرار ويصوي اتخاذ القرار وااا واحترام المريض ونفس خرطة العلاج. تمام ديفيد روس يا طرع ليه بقى? نعم. ديفيد روس قال ليه في اخلاق العادة? ليه بتاعت اه 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 ديفيد روس قال ان الاطباء قد تختلف قد تتناقش. صح? انا تتناقش. قال ليه طب بتختلف وتتناقش ويحصل اختلافات لانهم عايزين ينقذوا حالة المريض اللي بيضع سقطه فين? في الطبيب والهيئة المعاونة ليه. وممكن يتفقوا ويختلفوا داخل غرف العمليات او استشارات او او امام سرير المريض. معنى كده ديفيد روس قال تلات محاور. طبيب مريض مجتمع. صح? صح. ربنا معاك يا اسامة نفرح بنتك لك. سؤال تاني ماشي? معايز سؤال تاني? ايه. طيب قل لي الاصار المترطبة على الجينوم? الجينات? الجينوم او تاخد السؤال اللي تعرض لنا على الشاشة ده يا اسامة. تعال كده اقرأ معايز سؤال. تطرح قضية استئجار الارحام العديد من المشكلات الاخلاقية دلل بثلاثة منها. اه اه قد يتعرض الزوجان للابتزاز المادي من طرف الام الحاضنة. ماشي. اه قد يتعرض الطفل اللي مان سواء من طرف الام الحاضنة او من طرف الام الاجتماعية في حالة اصحابة او تشوه. شاطر برافو عليك نايص لك واحدة امتهان? امتهان احدى الاساسية التي تكون بها لامه هي وزيفة لامه امه. برافو عليك يا اسامة. شاطر. شاطر يا اسامة. في سؤال تانية? لأ كيفية بقى كده? ده انتها تطمع قوي. ماشي يا اسامة. احنا سعيدة باتصالك. مع السلامة. طبعا احنا شفنا السؤال وزي ما اسامة جاوبه. تطرح قضية استئجار الارحم العديد من المشكلات الاخلاقية دلل بسلاسة منها. سؤال ده جانا في مصر 2017 الدور التاني. طبعا متنظم اجابتك. بتكتب تلات نقاط زي ما اسامة قالهم لنا. امتهان الوظيفة الرئيسية للمرأة قال وهي وظيفة الامومة. اتنين. الابتزاز المادي الذي قد يتعرض له الوالدان من طرف الام الحاضنة. تلاتة. قد يتعرض الطفل للإهمال من الام الحاضنة او الاجتماعية في حالة اصابته بتشوه او مرض وراسي. وكانت اجابة اسامة اجابة نموذجية. تعالوا بنا نشوف السؤال اللي جاي بيقولي. السؤال بيقولي يطرح الجينوم البشري العديد من المشكلات ناقش. وده جالي في مصر 2017 الدور الاول. يطرح الجينوم البشري العديد من المشكلات ناقش. تعالوا بينا نفتكر المشكلات مع بعض. الجينوم احد المواد الوراثية المعروفة بتديه ان ايه? بيحقق معرفة احسن بالانسان ومستقبله الصحي. وكمان بيجهز للادوية اللي مفيدة لذلك. طب تعالوا نستعين بالاتصال التليفون اللي جاينا ويساعدنا في الاجابة على اثار الجينوم. الو? الو? الو ايوة ايوة يا استاذ. ايوة? ايوة انا زينب محمد معك. ازاك يا زينب عاملة ايه? الو الحمد لله بخير. طيب الحمد لله يا زينب بتتصل من منطقة يا زينب. من اينا? من اينا? ازاك يا زينب. انا كان الاتصال اللي عبليك يا زينب قلت ان انا بحب اسمه اسامة. وبرضو بحب اسمي زينب على فكرة. ربنا يخليك يا رب. عشان دعلى اسم والدتي يا زينب. الله يخليك يا رب افتاد. ميشي. حتى عندك سؤال يا زينب? ولا عايزك جاوب لنا السؤال? انا. لا مالك في ايه? انا المنطق واقف معي خالص ومش اعرف في حاجة والله. المنطق كله البابين? نعم. البابين الباب الاول والباب التاني? اه اصلي مش كنت انتبعة معاكم الاول فمش اعرف في حاجة بسرعة. طيب ماشي. ما تقليش. استاذ محمد ان شاء الله او استاذ احمد سميضة هيعمله مراجعة على الباب التاني. والباب التاني دوت باب سهل وجميل مفيش في حاجة. اه الباب الاول حلو. لحو. الباب التاني اللي هو هتلاقي عندك تعريف النسق. والمعرفة واللا معرفة والبديهية والمسلمة. وتكوين الحجة. واخر حاجة. الصيغ الرمزية او المسألة. استاذ احمد ان شاء الله او استاذ محمد عفيفي بازن الله. هتلاقيهم هيعمله مراجعة عليه. وهتلاقي نفسك لو انت واحدة واحدة كده. هتلاقي نفسك عرفتي تتمكني مني. طيب المراجعة تبدأ ان شاء الله امتى? ان شاء الله يبدأوا من السبت الجاي بازن الله. السبت اللي جاي ان شاء الله. ان شاء الله يا زينة. مع السلامة. مع السلامة. شكرا. نرجع تاني يا عزيانة الطلبة للجينوم. وقلنا ان الجينوم احنا عرفناه احد المواد الوراسية المعروفة بالDNA. اللي بيسهل معرفة احسن بالانسان ومستقبله الصحي. وكمان لو لقى جين عنده استعداد للاصابة بمرض معين. هيقدم له العلاجة. هو مش عايز الكلام ده. هو عايز المشكلات. الاثار المترطبة عليه. واحد. نوع من انواع التنبؤ الوراسي. بمستقبل الانسان الصحي. حلو. تحب تعرف المستقبل? اه. احب اعرف. يا ترى شهر كزا هيحصل ايه. بس ادفع الضريبة. طب ناخد الاتصال ده. الو. الو. ايه السلام عليكم. وعليكم السلام. ازاك يا امي سلام لي. الحمد لله تمام كويسة. الحمد لله اللي خلي. مين معي? امام من القاهرة. ازاك يا امان. الحمد لله. طب الحمد لله. انا كنت عايزة بس اجاوب على سؤال الحلقة. ماشي. اتفضلي. اه. اه. الجنوم البشري. ايوة. على الرغم من الاهمات وكتحقيق معرفة افضل بالانسان والامراض الخطيرة التي تهددها. الا انها يطرح العديد من المشكلات منها. التنبؤ الوراسي. اه واحد اتضراب حياة الانسان ازا على ما انها سيصدد بمرض خطير في الوقت معين. ولم يتمكن من علاجه. اه. اه. ساعات المعلومات الوراسية للقرسلة من الشركات التعميل والمكاتل التشغيل اه. لتعمال الثبار عن الصرية الجديدة. اه. رقم مثلين اه. اه. اجهاض. اللي هي الخاصة ومتوقع صراطهم ببعض الامراض ولعيب الخصيرة. او من اجل توفيل مغزيم احتياج للاضاء والانساجة البديلة اللي هي زي علاج الامراض الوراسية. والقضاع اه. النهائي. على العقوم. برافو عليك يا امان. اجابة بصراحة نموذجية ما عنديش كلمة ازودة عليك بصراحة اجابة نموذجية تاخد عليها عشرة على عشرة برافو عليك يا امان برافو عليك في عندك سؤال او حاجة لا شكرا يا مسر بانا حاجة ماشي يا حبابتي مع السلام بصراحة امان جاوبت لنا على الاصار المترطبة على الجينوم وكانت اجابتها بصراحة نموذجية قالت اضطراب حياة الانسان اذا علم المرض ولم يتمكن من معرفة العلاج قالت تعريض المعلومات الوراثية للقرصانة والاستغلال من طرف شركات التأمين والتوظيف اللي هتمنع الافراض المهددة بالاصابة بمرض معين تمنعهم من التأمين ومن العمل قالت اجهاض الاجنة متوقع اصابتهم بامراض وراثية قالت توفير مخزون احتياطي من خلية من نسيج من عض وده هيفدنا في علاج الامراض الوراثية وعلاج العقب تعالوا بينا نشوف سؤال اخر عندي سؤال بيقول لي ودي نوع من الاسئلة علم صحة او خطأ العبارة وده جلنا في الدور التاني 2017 السؤال بيقول لي تعد الاهلية احد عناصر الموافقة المستنيرة خلي بالك احنا لسه مجاوبين عليه وطبعا العبارة صحيحة خلي بالك بتعرف الاهلية ولازم توضح الاهلية تعريف ادراك العواقب المترطبة على اتخاذ القرار او عدم اتخاذ قرار ما وبعد كده بتشرح ايه المقصود بالاهلية تعالوا بينا نشوف سؤال اخر السؤال بيقول لي تعد اخلاق البحث العلمي احد مجالات الاخلاق البايو طبية دلل على ذلك وده جالنا في مصر 2017 الدور الاول خلي بالك احنا بننوه على ان اخلاق البحث العلمي لازم تنقسم اجابتك لشقين تعريف ورأي ديفيد روس طب تعريف بيان الجوانب الاخلاقي التي تتخذ من جسم الانسان او اجزاء منه موضوعا لها طب رأي ديفيد روس ثلاث جمل هيقدمهم ديفيد روس واحد بحث علمي يبقى معنى كده انا بحقق بضمن سعادة المجتمع ومصالحه المشترك اتنين مراعاة مسئولية طبيب تجاه مريض طب تلاتة مراعاة حقق كل مريض في الاستفادة مما يستجد من علاج تعالوا بينا نشوف سؤال اخر السؤال من اسئلة برضو الصواب والخطأ علم صحة او خطأ العبارة وده جالي في مصر 2017 العبارة بتقولي البيوتيقة عند جاكلين روس علم معياري طبعا العبارة هتطلع العبارة صحيحة طب مش صحيحة البيوتيقة علم معياري يهتم بالسلوك الانساني في اطار القضايا المتعلقة بالحياة والموت في ظل التقدم السريع والمعاقد للمعارف والتكنولوجيا في مجال الطب والبيولوجيا خلي بالك البيوتيقة اصبحت الفلسفة تهتم بموضع جدلية اخلاقية نتجت نتيجة التقدم العلمي والرهيب التي احرزته مجالات العلوم البايوطبية او البسمية البيولوجية وما ترطب عليها من مشاكل اخلاقية مش في الفلسفة بس ده دين تاريخ الى جانب الفلسفة البيوتيقة او الامور البايوطبية ما بتهتمش باخلاقيات طبيب وعالم بيولوجي فقط وانما تهتم باخلاقيات الوسائل والتطبيقات المستخدمة وما يترطب عليها من مشاكل لان احنا بنتحدث في مواضيع شديدة الحساسية زي زرع الاعضاء انجاب اصطناعي الموت الرحيم تعالوا بينا نشوف سؤال اخر السؤال بيقول لي علل صحة او خطأ العبارة ودي من الاسئلة اللي جات لنا في السودان 2017 العبارة بتقول لي طب ناخد الاتصال ده يساعدنا في العبارة اللي جاية وعليكم السلام عليكم وعليكم السلام مين معاي مهاجر زاك يا هاجر عاملة ايه الحمد لله خير بتتكلم منين من قصيوت من قصيوت لذا تعرفي يا هاجر تساعديني في اجابة السؤال اللي جاي ولا انت عندك سؤال انا عندك سؤال ماشي طب انت مالك خايفة ليه كده يا هاجر لا مش خايفة لهاي طيب تفضل يا هاجر علل صحة او خطأ العبارة ماشي أكد علي بن ردوان على أصر البيئة في اخلاق المصريين وعاداته علي بن رضوان على على أثر البيئة أثر البيئة أثر البيئة على أخلاق المصريين وعاداته العبارة صحيحة بس أنا مش عارف التعليم هتشرحي علي بن رضوان وإسهماته كل إسهمات علي بن رضوان أجب لك جملة يبقى أنا بتكملي الباقي في سؤال تاني أيو اقترح أساريب للحد من تعديل البيئة عندك تلات جمل تحت تعريف البيئة إقامة التوازن فاكرها إقامة التوازن بين رغبة الإنسان في السيطرة على البيئة والاستفادة القصوى من مواردها فاكرها ضرورة احترام الكائنات الحية الحيوان والنبات المطالبة بحقوق الأجيال المستقبلي طب يفرض نستيهم عندك تلات جمل في الاحترام والصوم سنة الشرعات وقوانين من شأنها الحفاظ على البيئة طب اتنين الحفاظ على حقوق الأجيال المستقبلية طب تلاتة إيقاظ أخلاقيات البحث العلمي طب نستي دي ودي عندك اهتمامات منظمة السلامة اللي أخضر لحد من الأسلحة النووية عدم استخدام مبيدات كيموية عندي كزا طريقة أنك تجاوب إزاي تقترح وسائل من شأنها أنها تحافظ على البيئة عندك سؤال تاني أنا مستفصل على حاجة يعني يعني برا المنهج كده يعني عايزة تستفسر على حاجة برا المنهج أي ماشي قول هو أنت في الأجازة هتزيعه أكتر من حلقة المادة الوحدة يعني ولا إيه؟ مستمع يا هاجر معلش بقولك أنت في الأجازة هتزيعه أكتر من حلقة المادة الوحدة ولا إيه؟ آه إن شاء الله بإذن الله هيبقى معايد محددة ولا؟ آه وهيتم التنويه عنها في القناة يعني هتلاقي شريط كده وهنعمل تنويه عليها في القناة بإذن الله ماشي حاضر شكرا يا خال ماشي ماشي أنا بسكرك على الأدايا اللي أنتو بدأت دودها للقناة يعني ربنا يخليك يا هاجر وربنا يوفيك يا حبابتي ماشي مع السلام آه نرجع للسؤال السؤال كان بيقولي تعد المنفعة أحد معايير الأخلاقية الطبية الحديثة طبعا خلي بالك وإنت مغمض العبارة صحيحة المنفعة عدم إلحاق الأذى بالمريض احترام استقلالية المريض المسواة العدي لو جات لك وإنت مغمض العبارة صحيحة طب المنفعة من المعايير الأخلاقية الطبية الحديثة صح المنفعة اتخاذ خطوات إيجابية تجاه المريض المنفعة يجب أن تكون الرعاية الصحية ذات منفعة للمريض المنفعة إزالة الضرر عن المريض تحقيق الصحة العامة يعتبر هدف طبي هام لنضمن سعادة المجتمع ككل تعالوا بينا نشوف سؤال آخر السؤال بيقول لي والسؤال ده اتسألنا عليه في أول الحلقة يتسم الفكر البيوتيقي بالطابع الفلسفي ناقش ثلاثة منهم هو عايز ثلاث جمل بس وخلي بالك في سؤال في كتاب المدرسة توجد علاقة لا تنفصم عراها بين الفلسفة والبيوتيقة ناقش ثلاثة تعالوا بينا نفتكر واحد ظهرت البيوتيقة في الفلسفة ظهرت الفلسفة في البيوتيقة من خلال تشكيلة لجان أخلاقية التي صحبت نشأته وتطوره وكان من ضمنهم أعضاء فلسفة اتنين تميزت البيوتيقة بالطابع علمي عملي واقعي وهذا له صلة بالفلسفة البراجماتية وهي أشهر الطيرات الأمريكية تلاتة جدد الفكر البيوتيقي بعض المفاهيم الأخلاقية الفلسفية القديمة حق وخير وواجب وهو من صميم الفلسفة أربعة تصير اليوم التكنولوجيا الحيوية بعض القضايا بدءا من أطفال الأنابيب استئجار الأرحام الجنوم البشري الاستنساخ العديد من المشكلات والقضايا التي لها بعض فلسفية معنى كده هو عايز منك بس تلات جمل تعالوا بينا نشوف سؤال آخر يعد الإنجاب الاصطناعي أحد القضايا الأخلاقية التي نتجت عن الثورة البيولوجية في الطب حلل ثلاثة منها وده جلنا في السودان 2016 الدور الأول مشكلة الإنجاب الاصطناعي عزيز الطالب عايز تلاتة معك تلقيح اصطناعي في حالة وجود طرف ثالث متبرع بالمني هتقابلك مشكلة من والد الطفل البيولوجي وقال لمن ينسب اتنين الإخصاب خارج الراحل ما هي المشكلة؟ تغيير طرق الإنجاب الطبعي تلاتة بنوك المني الإتجار في عناصر الجسم البشري خاصة بعد ما تم الترويج لبنوك مني العباقرة أربعة بنوك الأجنة واحد ما مدى مشروعية تحفظها؟ اتنين كيف يتم التخلص من الأجنة الفائدة؟ تلاتة أصبحت شركات البحث العلمي تقوم بإجراء تجارب على هذه الأجنة خمسة قضية استئجار الأرحام وإنها في بداية الحلقة تعالوا بينا نشوف سؤال آخر السؤال بيقول لي للفلاسفة؟ والسؤال ده جنة في بداية الحلقة كانت إحدى الطالبات عايزة تستفسر عليه للفلاسفة دور في نشأة وتطور البيوتيقة دلل بمثالين معايا اتنين من الفلاسفة دانيال كالهام وهانز يونس دانيال كالهام عرفنا نشر عن الفكر البيوتيق اتنين شاركة في أول موسوع بايوتيقي شاركة في مجلة ناطقة باسم البيوتيقة عرف نشر مجلة موسوعة دانيال كالهام طب هانز يونس أكد على الطابع الشمولي للبيوتيقة وربطها باخلاقيات البيئة اتنين طور أحد المفاهيم الأساسية ألا وهو مفهوم المسئولي طب تلاتة نبه لخطورة الأبحاث والتجارب الطبية مش على الحاضر فقط وإنما على المستعبد تعالوا بينا نشوف سؤال آخر قضية زرع الأعضاء وموت الدماغ تصير العديد من القضايا الأخلاقية والفلسفية حلل هذه العبار قضية زرع الأعضاء وموت الدماغ تصير العديد من القضايا الأخلاقية والفلسفية حلل هذه العبار معك خمس قضايا واحد زرع الأعضاء مانح ومستفيد خاصة اذا كان ما يرتبط بنضرة الاعضاء طب ايه طرى المشاكل المترطبة عليها تعريض كل منهما للهالات اتنين الاتجار بعناصر الجسم البشري طب تاني قضية معاي قضية موت الدماغ تطرح قضية موت الدماغ مشكلة التوافق حول كبوله كمعيار لحدوث مشكلة الموت ومتى تحدث هل بموت الدماغ ككل ام بموت الدماغ العلوي رغم استمرار جزع الدماغ في اداء وظائف طب تلاتة الحالة النباتية تطرح الحالة النباتية مشكلة التمييز بين الغيبوبة قصيرة الامد مدق سيارة طويلة الامد وصلت لنقطة اللارجوع ما مدى مشروعية نزع الوسالة الاصطناعية الداعمة طب رابع قضية معايا ما هي الانسان او ما هي الطبيعة الانسانية هل يطرى تتصل بالجانب الجسمي فقط ام النفسي ام كلاهما معا اخر حاجة قيمة الحياة هل الحياة قدسية في حد ذاتها هل نقدر الحياة بجميع اشكالها ام نقدر جانبا واحدا فقط يستلزم التضحية بالاخرية مثال اجراء التجارب على الاجنة المشوهة هل يجوز اذا كان في ذلك انقاذ للحياة العامة وحط علامة استفامة تعالوا بينا نشوف سؤال اخر السؤال بيقول لي على الصحة او خطأ العبارات الاتية جاب لي مجموعة من العبارات طالب مني اننا على الصحة او خطأها تعالوا بينا نشوف العبارة الاولى المساواة والعدل من معايير الاخلاقية الطبية الحديثة العبارة صحيحة خلي بالك يا لو انت بس بتفهم وتعرف تكتب انت من غير ما تضطر انك تحفظ مساواة وعدل بعالج مين مرضى بغض النظر عن ايه حالة اقتصادية عن جنس عن دين عن لون اتنين حق كل مريض في انه يوصل للتقنيات الجينية الحديثة التي من شأنها ان تحسن من جودة الحياة تعالوا بينا نشوف عبارة اخرى العبارة بتقول لي يرى مصطفى محمود ان الاستنساخ يؤدي الى تنوع اشكال الحياة تنوع اشكال الحياة ازاي ده احنا كلنا هنكون صورة واحدة يبقى معنى كده العبارة خاطئة وانت مغمب يرى مصطفى محمود ان الاستنساخ صورة علمية ولكنها عبثية لانها تقضي على تنوع اشكال الحياة وحكمة الخالق تتجلى في تنوعنا في اشكالنا افعالنا سلوكيتنا عزينا احنا حاولنا النهاردة ان احنا نغطي اكبر كمية من الاسئلة اللي جات في الامتحان سواء الدور الاول سواء الدور التاني السودان دور اول دور تاني سنوات مختلفة واسئلة متعددة الباب دو تعتبر فعلا من اسهل الابواب اهم حاجة انك تركز على عواقب التحر الوراثي تركز على مصطفى محمود رأي احمد زويل معايير الاخلاقات الطبية الحديثة قضية الانجاب الاصطناعي زرع الاعضاء شطرتك انك تاخد الاسئلة مرة تانية وانك انت تقوم بحلها احنا بقينا في شهر واحد ممارسة كتير حل كتير هتتمكن من ان انت تقفل ما تخافش من مادة ولا من فصل ولا من ورقة انت ارادتك شطرتك مهارتك قوتك انك انت تتحدى اي ورقة او مادة قدامك وبكده اعزائنا الطلبة والطالبات نكون وصلنا الى نهاية حلقة النهاردة لقاء اخر حلقة قادمة السلام عليكم ورحمة الله الله وبركاته